في عالم تكتر فيه الأخبار وتتصارع فيه الأفكار نحتاج أن نرى الأمور بكل وضوح بكل وضوح هو عنوان هذا البرنامج الجديد أو بالأحرى هذه الرحلة الجديدة التي سأخذكم معي فيها لنسبر أغوار مواضيع جديدة ونقابل ضيوفا في مختلف المجالات فلنبدأ الرحلة على بركة الله وبكل وضوح أهلا بكم بكل وضوح مع رشيد أرحب بكم في هذه الرحلة الجديدة في حلقتها الأولى في هذه الحلقة سأعرض لكم ما هي البرنامج والأفكار التي ستعرض فيه والمواضيع التي سنناقشها لا أدري كم ستستمر الرحلة لكني متشوق مثلكم لأخوذها بكل ما تحمله من مفاجآت ومن تحديات ومن أفكار لماذا بكل وضوح؟ لأننا في عالم متقلب في عالم متحول في عالم تتنافس فيه وسائل الإعلام ويكاد المرء أن يضيع وسط وفرة الأخبار والمعطيات من كل حدب وصوب وسط عالم كهذا نحتاج أن نرى الصورة بكل وضوح نحتاج أن نلتمس الطريق بكل وضوح فوق كل هذا نحن في عالم كثرت فيه المجاملات السياسية وصار منطق المصالح يغلب منطق المبادئ لذلك نحتاج أن نقول أفكارنا بكل وضوح لا أجامل أحدا لا أخضع لأجندة أحد ولن أميع ما أؤمن به أنه الحق لصالح أي أحد سأقول رأيي في المواضيع التي سأغطيها وسأقوله بكل وضوح لست رجل دين ولست رجل سياسة أنا مجرد باحث أعرض أفكاري وأعرض أبحاتي لعل المشاهد كيفما كانت خلفيته يستفيد من هذه الأبحات في طريقه إلى الحقيقة تلك الحقيقة التي نحتاج أن نراها بكل وضوح وللمشاهد وحده حق القرار في اختيار مصيري أبدأ هذه الحلقة لأعيدكم بأنني سأرفع سقف الحرية أكثر وأرفع سقف الالتزام في البحث أكثر وأوسع صدري وقلبي لكم جميعا أكثر لكن أعيدكم بأن بكل وضوح لن يكون مجرد برنامج بل ستكون رحلة للتغيير نتغير فيها للأفضل بكل وضوح لن يكون برنامجا للنقد الخالي من المحبة أو النقد الخالي من الاحترام أو النقد الخالي من الشفقة بكل وضوح سيكون منبرا للنقد بمحبة واحترام ورحمة نقد إنساني يأخذ بعين الاعتبار أن الغاية الأولى والأخيرة هي أن أربح أخي وأختي الإنسان فلنبدأ الرحلة بكل وضوح قلوبنا مفتوحة لكم وتليفوناتنا مفتوحة لكم من الآن فمرحبا بمداخلتكم دعونا نحتفل جميعا بانطلاق هذه الرحلة الجديدة مبروك علينا جميعا هذا المولود الجديد بكل وضوح أرحب بكل مشاهدي الكرام على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ولنبدأ على بركة الله إذن موضوع الحلقة هو فقط عرض لأفكار البرنامج برنامج بكل وضوح بكل وضوح هو برنامج وولد بعد شهور من التفكير بعد شهور من البحث والمشاورات مع أناس كثير أهداف البرنامج تشجيع التفكير النقدي خصوصا بالنسبة لعالمنا الذي أتينا منها أو خلفيتنا التي أتينا منها العالم الذي نطلق عليه اسم العالم العربي يغيب فيه التفكير النقدي وأنا منذ بداياتي في برامج سابقة أيضا كنت أشجع على التفكير النقدي سيبقى هدفا من أهداف البرنامج بكل وضوح تشجيع تقافة البحث أيضا نحن هنا نشجع تقافة البحث لا تقبل المسلمات دائما ابحث عن صحة ما يقال أو صحة ما تسلمت الدفاع عن حرية العقيدة وحرية التعبير أساس من أسس أهداف البرنامج ستكون وسنركز عليها كثيرا في الحلقات القادمة الدفاع عن الأقليات أيضا سندافع عن الأقليات المضطهدة في كل مكان وخاصة الذين يعيشون في الشرق الأوسط ولا أقصد المسيحيين بالذات رغم أنهم الأقلية المضطهدة أكثر في تلك المناطق لكن سندافع عن أقليات أخرى أيضا تشجيع الحوارات والمناظرات المحترمة أرحب بكل مناظرة فيها الاحترام وفيها الشروط اللازمة للمناظرة تشجيع العابرين والتاركين للإسلام هدف من أهداف البرنامج سيكون وسأتخذ محورا أساسيا من محاور البرنامج نعم العابرون يحتاجون إلى التشجيع الذين تركوا الإسلام يبدأون مسيرة مليئة بالمصاعب والمتاعب ويحتاجون التشجيع من برامج كثيرة هذا واحد من البرامج التي سأجعلها مفتوحة للعابرين ولتشجيعهم نشر المعرفة المتعلقة بالأديان عندنا نقص وجهل بالكثير من الأديان ولذلك نريد أن نخصص هذا البرنامج من برن للتعريف بأديان أخرى مواضيع إذن تلك كانت هي الأهداف والأهداف تجعلنا نختار مواضيع معينة مواضيع رئيسية في البرنامج ستكون كالآتي حرية العقيدة وحرية التعبير سنتحدث عن حرية العقيدة تاريخها كيف بدأت كيف تطورت أهم بنود حرية العقيدة وحرية التعبير لماذا هي مهمة للإنسان بصفة عامة وخاصة في مناطقنا والبلدان التي أتينا منها اختبارات العابرين والتاركين للإسلام سنعرض اختبارات جديدة وجوه جديدة للعابرين ونشجعهم على مشاركة تجربتهم وقصصهم مع العالم أجمع مواضيع متعلقة بالاضطهاد طبعا نحن نرى كل يوم ناس يضطهدون ناس يستهدفون لمجرد أنهم مختلفون في الدين عن الدين السائد ولذلك سنناقش مواضيع كثيرة متعلقة بالاضطهاد مقارنة الأديان ومناقشة معتقداتها سنتحدث عن أديان وأنا آتي بالتفصيل سأفصل في هذه الحلقة أي أديان سنتحدث عنها مواضيع الأحداث الجارية التي لها علاقة بالدين كل يوم ممكن تسمع أخبار لها علاقة بالدين مش كل المواضيع هي دينية لكن في الكثير من المواضيع التي لها علاقة بالدين أحيانا تجد مساجد تفجر أحيانا تجد كنائس تفجر أحيانا تجد انتقادات سياسية هنا وهناك تصريحات تجد أحداث عالمية لها علاقة بالدين سنغطيها في هذا البرنامج أبحاث جديدة في المواضيع الدينية وبخاصة الإسلامية هناك أبحاث دائما وكتب دائما تخرج وتنشر وهي تتعلق بمواضيع جديدة لم نسمع بها من قبل في مواضيع تخص مثلا تاريخية محمد في مواضيع تخص مثلا القرن الأول الإسلامي في مواضيع تخص علاقة الإسلام والمسيحية بأديان سابقة في نناقش كل الأفكار التي ممكن لم تناقش من قبل أو نقشت من زوايا سابقة لكن سنناقش من زوايا حديثة جدا ردود على بعض الشخصيات الإسلامية في شخصيات مشهورة في العالم الإسلامي الآن سنرد عليها بالتفصيل ولن أقول من هي تلك الشخصيات الآن لكن سترون الحلقات حين يتم التطرق لتلك الشخصيات أبحاث عن الجماعات الإسلامية سنعمق أبحاثنا عن جماعات إسلامية كثيرة ستعرض بعضها سيعرض لأول مرة في الإعلام بالتفصيل طيب أول موضوع هو موضوع العابرين موضوع العابرين موضوع سيبقى دائما محور في أي برنامج أقوم به لأن أنا شخصيا عابر وتلك هويتي فموضوع العابرين سنقدم اختبارات جديدة ووجوه جديدة وجوه لم تروها من قبل وسنشجع المزيد ولذلك من الآن أقول أن برنامجي مفتوح للعابرين لأي واحد يريد أن يشارك اختباره طبعا لدي شروط وفي براسس يعني في نهج معين أتبعه لأختار أي الاختبارات ستعرض على البرنامج نظرا لحساسية الموضوع نظرا لأن هناك أمور كثيرة تكون متداخلة فنريد أن نتأكد من صحة الاختبارات نريد أن نتأكد من صدق الأشخاص الذين يشاركون من خلفيتهم من أشياء كثيرة لكن على العموم مبدئيا نرحب بالاختبارات لكن إعلاموا من الأول أنه في مبادئ يقوم عليها الإعلام وينبغي أن نشارك الاختبارات التي نرى تتوفر فيها الشروط اللازمة تشجيع العابرين على الخروج إلى العلن طبعا أنا أشجع وأول مرة خرجت بوجهي المكشوف بإسمي أمام الكاميرات أشجع العابرين إذا كانوا في مأمن في مناطق آمنة أن يخرجوا للعلن لأنه لا يمكن أن نغير الوضعية إذا استمرنا على الخوف وعلى الاختباء لازم نخرج ولازم أصواتنا تعلن للعالم أجمع سأتناول قضايا العابرين ومساعدتهم في الرحلة وسأقدم حلول عملية لقضايا متعلقة بحياتهم إذن هذا فيما يخص موضوع العابرين سأعرض المواضيع الأخرى أقول لكم كما قلت يعني خطوطنا وقلوبنا مفتوحة لكم يمكنكم الاتصال هذه أول حلقة فهي مفتوحة من البداية خالص للمشاهدين لكن قبل أن أتطرق لمواضيع جديدة في باقة من المقتطفات من اختبارات سترونها في المستقبل القريب على برنامج بكل وضوح نرى البعض منها الآن ثم أعود لإكمال هذا العرض أنا اسمي لطيفة من المغرب حشارك معكم اختباري في حضور الأخ الرشيد وأتمنى أن يكون سبب بركة لكم أنا اسمي محمود من سوريا راح أحكي لكم هاليوم كيف صرت مسيحي وأنا من خلفية إسلامية أنا اسمي جودي من أكراد سوريا أحكي اختباري اليوم على الأخ الرشيد بتمنى أن تشوفوا للآخر أنا اسمي كمال من كوباني من كردستان سوريا أنا جاي من خلفية إسلامية أنا حالياً مؤمن بالرب يسوع المسيح مخلص في حياتي أنا حشارك اختباري مع الجميع خاصة مع أهلي الأكراد في سوريا بتمنى من الكل يقبلوا كلامي ويستفيدوا من كلامي شكراً أحكي كمال سنعمدك أمام هذا الجمع من الإخوة والأخوات كشهادة أنك تعلن أمامهم أنك آمن بالرب يسوع المسيح مخلص لحياتك عمين عمين ردنا على إيمانك أخ كمال أعمدك باسم الآب والإن والروح القدس الإله الواحد آمين هذا عنصر بسيط من ما ننتظر على هذا البرامج بكل وضوح أنا أعدكم بأن دائماً سأحاول بكل ما أتيت من طاقة أن أقدم الجديد وأقدم مواضيع مفيدة وتفيد الباحثين في مسيرتهم إذن موضوع العابرين سيكون محور أساسي وهناك اختبارات أخرى غير التي أعرضت الآن ستعرض على البرنامج فاستعدوا لرحلة وشدوا الأحزمة لأن القادم أعظم وأنا متأكد أن الله سيبارك هذه الرحلة أشكر كل الذين صلوا من أجل كل هذه المدة وكل الذين ساندوني وكل الذين كتبوا وكل الذين شجعوا وكل الذين ساهموا بكل صغيرة وكبيرة لا داعي لذكر كل الأسماء لكنهم يعرفون أنفسهم جميعاً أشكركم جميعاً لأن اكتشفت أن لي عائلة كبيرة وكبيرة جداً في مختلف الأماكن مختلف المناطق وكلهم وراء هذا العمل وهذا المولود فلذلك قلت في البداية أنا أبارك لنفسي وأبارك لكم جميعاً هذا المولود بكل وضوح الذي أطلب من الله أن يستخدمه أداة لتغيير حياة الكثيرين لأن هذا هو الهدف الهدف هو أن نتغير أن تتغير حياة الناس وتتغير للأفضل هذا هو الهدف الأساسي من كل ما أعرض إذن موضوع العابرين تكلمت عنه موضوع حرية العقيدة وحرية التعبير حرية العقيدة لحد الآن تكاد تكون غائبة في البلدان الإسلامية والبلدان التي تسمى البلدان العربية وحتى حين يتحدثون عن الحرية لا يفهمون أو يتجاهلون المفهوم الأساسي من بين المواضيع التي كانت مؤخرا هي موضوع مثلا زيارة البابا للمغرب والمغرب يفتخر بأنه مكان للحرية لكن الحرية في مفهوم السلطات المغربية مثلا نضرب بها مثال حتى نفهم لماذا هي مهمة المغرب واحد من أفضل البلدان الإسلامية بالنسبة لحالة حرية العقيدة لكن طبعا هذا لا يعني وجودها فيه لكن هو أحسن حالا من بلدان كالسعودية مثلا أو من بلدان كباكستان لكنه أسوأ طبعا حالا من أوروبا وأسوأ حالا من البلدان المتقدمة فهو لازال في مصاف البلدان المتخلفة في موضوع الحريات فإذن حرية العقيدة أو حرية التعبير في نظر السلطات المغربية حرة العقيدة هو حين يأتي واحد مسيحي وأسمح له بممارسة عبادته في كنيسة هذه هي حرة العبادة لكن أن يصير مغربي يتحول لدين آخر أو يترك الإسلام هذه لا توجد في القاموس إطلاقا فنحن نحتاج التعريف بمفاهيم متعلقة بالحريات حتى يفهمها الصغير والكبير حتى تعلم أن هذه الحرية مولودة حق طبيعي لك وأن أي شخص هو لا يعطيها لك أنها ليست امتنانا من أحد هي حق كل إنسان ولذلك سنشجع كل إنسان أن يطالب بحريته سنقدم تاريخ الحقوق والحريات في العالم كثير من الناس لا يعلمون كيف وصلنا أو وصل العالم المتقدم إلى الحريات والحقوق التي عنده الناس فكرين أنه نزلت من السماء طبعا هناك تاريخ طويل سنوضحه للناس الناس كثير مش فهمة يعني ما وراء هذه الحرية التي نستمتع أو نعيش فيها في بلدان التي فيها الحرية فإذن هذه من بين الأشياء التي سأعرضها في البرنامج معي بعض المكالمات الأخت لبنى أهلا بك سلام المسيح أخي رشيد سلام المسيح تفضلي أخت لبنى نخت لبنى من المغرب المسيحية مرحبا بيك تصلت بيك باش نقول لك الرب يسوعي وفقك ويستخدمك في هذا البرنامج شكرا نشكر الله أنا فخورة بيك أنك ولد بلادي وكيف ما قلت القادم أعظم نشكر الله من أجلك أختي لبنى وأنا أشكر الله أنه سؤال جري كان سبب بركة في حياتك وفي حياة عائلتك وأتمنى أنه بكل وضوح أيضا يكون سبب بركة ليك والناس كثيرين في العالم آمين آمين يا ربي بارك مجهوداتك شكرا شكرا لك شكرا على هذا الاتصال ونأخذ الأخت مارغيرت من هولندا أخي رشيد يقول لك أخيرا وليس آخرا صار لي سنين الله يخليك شكرا أحصلك وبالقوة أنا عراقية بس ممكن تفهم اللهجة طبعا أنا أفهم اللهجة العراقية وعندي أصدقاء عراقيون كثيرون أشكر الرب أنه حصرتك وانت سبب بركة لجميع الناس مو واحد واثنين وثلاثة أولهم أنا الله يخليك أنا كنت مريضة وبرامجك سؤال جريء اللي كان اللي شافيني بعض الأحيان وغيرني وعرفت الرب عن طريقك فحيحة المسيحية بس عرفت الرب عن طريقك شكرا لك وانا فرحان بعودتك ومتابعك كل أخبارك أخر شيء نشكر وماكو حلقة من سؤال جريء أنا ما شايفتها أتمنى تفعلي نفس الشيء بكل وضوح الآن سنقدم كل خميس في نفس التوقيت فأتمنى تتابع الحلقات وأتمنى يكون عند حسن ظنكم أنا من الصبح منتظر برنامج ومجالسة على البنك ستيل وما متحرك من مكاني الله يخليك سلام من أختي قالت لي السلمين على آخر سلمي عليها سلمي عليها سلام حار من عندي أعركم ريت بركتك يا حبيبي رشيد الله يخليك سنصلي منور الشاشة منور الشاشة منور بيكو شكرا لك شكرا شكرا عزيزي موفق آمين الله يخليك شكرا شكرا أخ سامي من تونس أهلا بيك أهلا الصوت مسموع أخي رشيد الصوت مسموع تفضل أخي سامي أهلا أهلا أخي رشيد كما تقوله سامي التونسي كما تقوله المغاربة هذا نهار كبير هذا نهار غليض أخي رشيد أنا فرحان كبير كبير الله يبارك فيه أنا مسامع الصوت تفضل أخي سامي أخي سامي تفضل مرة تانية أعتقد الأخ سامي راح ناخد الأخ نور سلام الرب وياك الأخ نور آسف تفضل أخ نور سلام الرب أنا تنبأت وعيك تقلوني كثير قالوا وان الأخ رشيد قلت راح يجي ويخر يطلع النور الله يخليك ثقل علي بعدما فتحت البرنامج ثقل علي أرفعك بالصلاة حتى أكسر كل شوكة وكل شي يجي ضدك سوف أرفعك بالصلاة شكرا لي الرب يسوع شكرا لك المجد لك العظمة لك السجود أبونا السماوي نشكر الله سيجب سياج نور من قداسك تحوطه بسحابة من دمك لا نسيس ولا أعوانو يجي عليه وتنطيل حكمة النازلة من أبي الأنوار والمعرفة حتى من يتكلم تكون كلمة ممسوحة بالروح القدس يا رب فالقلوب تحورها من عجرية إلى العمية بإسم الرب يسوع تمجد بهذا البرنامج ويكون نور ومنارة على كل العالم بإسم الرب يسوع الله يخليك شكرا شكرا ربنا يباركك وشكرا لهذه الصلاة الرائعة وربنا يباركك ويا رب أكون عند حسن ظنكم جميعا شكرا معنا الأخ عصام من لبنين أهلا بك سلام عليكم سلام أخي عصام تفضل أهلا بك أنا بصراحة أحب حييك على هذا البرنامج الرائع يريد تسمعني فقط من التليفون التليفون تفضل أنا أحب أن أحييك على هذا البرنامج الرائع والقيم الله خلي وأنا بصراحة عبر جديد من الإسلام إلى المسيحية أهلا بك لديك هناك بعض المختار أهلا بك ونحب نشجعك ما تضبوط ولدي بعض الملاحظات على برنامج السؤال الجريء آه بلكن هذا هذا بكل وضوح تفضل نعم أهلا عم بتحدث عن برنامج كالسابق القيم طيب تفضل بالصراحة برنامج سؤال جريء تطر إلى الإسلام وهجمه بمعظم الأحيان بحق نعم ولكن أحيانا كان كان يجعل أن الإسلام هو العقدة فقط وهو وحده من من سبب بخراب العالم مع أن هناك حدثت مثلا حرب عالمية أولو حرب عالمية ثانية لم يكن للإسلام علاقة بها مثلا نعم نعم ولكن هذا في علم المنطق وجود شر آخر لا يعفي صاحب الشر من شره يعني لو فلان ألف وفلان باء فلان ألف قتل مئة ألف وفلان باء قتل عشرة ففلان باء ليس بريء من قتل العشرة لمجرد أن فلان ألف ارتكب قتل المئة ألف فهذه نقرة وتلك أخرى فوجود الحرب العالمية الأولى أو الثانية طبعا شر وممكن نتحدث من السبب في ذلك لكن هذا لا يعفي أن الكثير من الإرهاب الذي نراه في العالم سببه آيات واضحة وسببه تعاليم إسلامية واضحة فأيضا هذه لا تعفي الإسلام من تلك فمش وجود شر معين يعفي الإسلام من علاقته بكتير من العمليات الإرهابية فلازم يكون عندنا منطق تحليل سليم طبعا أنا أوافق على هذه النظرية ولكن من جهة ثانية نرى ببعض المجتمعات الغربية مثلا نوع من العنصرية ضد الأقليات مثلا وأنا أرفض كل عنصرية سواء تجاه المسلم أو تجاه المسيحي لأن لسنا ضد الأشخاص نحن ننتقد العقائل لكن أوصي وهذه طبيعتي سواء في برنامج سواء الجريء أو سواء في هذا البرنامج بكل وضوح سأوصي مهما كان دينه مهما كان لونه مهما كان عرقه مهما كان جنسه فمحبة الإنسان لا مساوى ما عليها على الإطلاق لكن نقض الأديان لا يعني الكراهي ولا أوافق أي عنصرية دين كل عنصرية كيفما كانت على عموم أشكرك وخلينا نأخذ مكالمة أخرى حتى نعطي فرصة لناس أخرى أخهاني من الولايات المتحدة تفضل أهلا أخ رشيد أنا وسلسل بك من أمريكا بقولك كما واحدة أنت أخنوخ العصر الله يخليك نحن منتظرين لن يجي علشان يحارب بالكلمة نعم نار تخرج من فمه أنا أعتقد أنك أنت أخنوخ هذا العصر العفو العفو وبونا بطر وبونا بطر الزكريا كمان هو إيلية هذا العصر الله يخليك نحن لا أتكلم على النفس لا أستحق كل هذه الألقاب أنا مجرد باحث يعني إناء من خزف والله شرفني بأن أستخدم بهذه الطريقة هذا كل ما في الأمر أنا كنت عايزة أعلق على الهجوم بتاعني إيلاندا أنا أعتقد أن الهجوم ده ليس بأمر من الدين ده واحد عنصري هاجم المسجد أما كل الهجوم الهجمات الإسلامية في نيجيريا أو في مصر أو في كل العالم أعتقد أنها هجمات بأمر من الله للمسلمين سنوضح وعلى فكرة إحنا عندنا حلقات ستكون رائعة سنغطي فيها جماعات إسلامية مثل بوكو حرام مثل جماعات غير لم تحظى بالكافي من البحث والعرض بوكو حرام ستكون إحدى الجماعات التي سنفصل في تاريخها وفي العمليات التي تقوم بها في إفريقيا خاصة في نيجيريا فأنا أشكرك على إطارة هذه النقطة أنا أتمنى أنكم تجيبوا حلقات عن الموضوع هذا لأن الهجوم بالوقت المسيحيين بيتلوهم زي ما أنا أشبتكلم على كل المسلمين لا 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 نعمم لكن المتطرفين منهم نعم أنا أوافقك على أشكرك أخي أشكرك أخي هاني خلينا نتوقف مع فصل نعود بعده لإكمال بقية هذه الحلقة الأولى الافتتاحية من بكل وضوح في العالم أرحب أرحب بكم مشاهدين الكرام في كل مكان سواء على قناة الكرمة أو على مواقع التواصل الاجتماعي أرحب بكم مرة أخرى لمتابعة هذه الحلقة من بكل وضوح بكل وضوح كما قلت سيتطرق لموضوع حرية العقيدة وحرية التعبير بتفصيل لآخر التفاصيل التنديد سنندد بكل الخروقات المتعلقة بحرية العقيدة سنشرح وضع حرية العقيدة في العالم الإسلامي وسنعرض حالات كثيرة متعلقة بانتهاكات حرية العقيدة لكن أيضا في شيء جديد سأقوم به تزويد الناس بمعلومات قانونية ممكن عملها وهيئات حقوقية يمكن اللجوء إليها حتى سنفصل في قضايا اللجوء كيف في بعض الحالات يمكن أن تقوم بقضايا اللجوء في حالة حياتك في خطر فإذن هناك هناك مواضيع كثيرة يمكن أن تعرض وستساعد أناس كثيرين موضوع الأقليات في العالم الإسلامي سيكون محور آخر سأركز عليه كثيرا أوضاع الأكراد مثلا أديانهم تاريخهم قضاياهم أوضاع الأمازيغ لغاتهم تاريخهم قضاياهم أوضاع الأقليات الدينية في بلدان مختلفة هناك أقليات دينية كثيرة البهائيون الإزيديون الأحمديون إلى غير ذلك كلهم يتعرضون للتنكيل في البلدان الإسلاميين سنغطي أوضاعهم وأنا بالمناسبة أرحب بأي شخص بهائي يمكن أن يتحدث عن موضوع البهائية أو إزيدي يمكن أن يتحدث عن موضوع الإزيدي أو أحمدي يتحدث عن أوضاعهم من ناحية الاضطهاد أو من تاريخ الاضطهاد تجاههم فهذه المواضيع سنتطرق لها بالتفصيل الجماعات الإسلامية أيضا سنتطرق لها كما قلت سنغطي جماعة بوكو حرام بالتفصيل جيش تحرير أيضا سنتطرق له حزب الله ولواحد أخذ حزب الله بالتفصيل نتطرق لتاريخه وعقائده وحتى ما يعيشه الآن حركة الشباب في الصومال سنتطرق لها بالتفصيل وحركة الإخوان المسلمين وحركة غير معروفة كثيرا خارج المغرب لكنها معروفة جدا في المغرب حركة العدل والإحسان وهي جماعة أيضا سياسية صوفية دينية خليط من الأفكار عندهم سنغطيهم في الحلقات القادمة الأخ أمجد معنا على الهاتف تفضل أخ أمجد هل تسمعني أخ أمجد أخ أمجد مرة أخرى أخت دولة أهلا بك أهلا أهلا أخويا رشيد أزيك أهلا وسهلا تفضلي أزيك بقول لك أخ رشيد عايزة أسأل سؤال السؤال الأول ماذا تفسر في نيزلندا وقف واحد لرئيسة نيزلندا وطلب منها إنها تدخل الإسلام في نظير إنها قدمت لهم خدماته وإحتفلت معهم بأول جمعة صلاة ونبسة إشارة افتكروها خلاص يعني دي ممكن تدخل كده فريسة سهلة وقدم لها الإسلام وقال لا إلا تدخل الإسلام دينا ده السؤال الأول تفسروني السؤال الثاني المقولة بتاعت الإسلام جاء غريبا وسيمضي غريبا أرجوك صرح لهذه المقولة بنسمعها كثير خالص خالص يا خرشين وأكون شاكرا نعم هو بالنسبة لنيوزلندا أنا قلت في مشاركة سابقة على قناة الكرمة أن المسلمون يستغلون هذا الحدث استغلال بشع بل بعض المسلمين فرحوا لحصول هذا الحدث لأنه وكأنه يقولون للناس الحمد لله مش المسلمون دائما هم من يرتكبون أعمال العنف الآن في شخص آخر والبعض فرح أنه هذه فرصة ليتعاطف معهم الغرب طبعا لازم نفرق نحن وأنا شخصيا أدين هذا العمل لأنه عمل إرهابي جبان أن يقتل شخص يصلي كيفما كان هذا الشخص مسلم مسيحي يهودي أي شخص أدين هذا العمل لكن أدين استغلاله بهذه الطريقة البشعة واستغلاله للبروباجندا الإسلامية فينبغي أن يبقى الإدانة ويبقى الشجب ونقوم بخطوات عملية لمنع تكراره في المستقبل لكن أن أستغلوا أحولوا لدعاية للإسلام وللدعوة الإسلامية وللبروباجندا فهذا شيء غير مقبول بالنسبة لي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فهذه مقولة تجدها عند المسلمين للاستدلال على أن الإسلام سينكمش في آخر أيامه كما بدأ منكمشا في أول أيامه فهذه تقريبا هي الخلاصة للموضوع الأخت مونة من الولايات المتحدة أهلا بك أهلا بك أخ رشيد أهلا 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 أختي مونة سلام ونعمة لا يخليك إحنا مبسوطين خالص خالص تقديمك لبرنامج الجديد بكل الوضوح الله خليك ويعني أبدحت في سؤال جريء الـ 550 حلقة كانت من أروع ما قدمت الله سلام وبعدين كأمبارح سمحتك في الحقيقة وكانت رائعة شكرا يرات تعيد الحلقة دي مرة تانية لأنه صدقني أنا وأهل باتي مسبعنا من المعرفة شكرا ربنا يباركك يا أخي ربنا يباركك وأنت ترفع الشخصيات المسيحية التي نفتخر بها الله خليك شكرا شكرا على كلامك المشجع وسأحاول تقديم المزيد وعرض مواضيع جديدة يمكن أن نستفيد منها جميعا الأخت شيري من مصر أهلا بك سلام المسيح سلام المسيح تفضلي أختي شيري سلام المسيح أخ رسيد إزاي حضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا الله يسلمك نورت الدنيا كلها الله يخليك الله يخليك شكرا بجد منور الدنيا كلها أنا كنت بتابع حضرتك من أيام أبونا زكريا كنت ساعتها بدأت أفكره وعبرت ساعتها نشكر أبونا وبسبب حضرتك تابعت حضرتك تاني فهمت أكتر وأكتر حضرتك كنت تسبب أن أتعمق في الإسلام أكتر وأكتر وأفهم السلبيات اللي فيه أني استعلم ما كنتش فاهمها حبتك تسبب ببركة كبيرة لي الله يخليك ده شيء مشجع وكلام مشجع ربنا يخليك أخي رشيد عاوز أقول حاجة أوضح حاجة بسيطة عاوز أقول أن للأسف كنا بندرس زمان في المناهج بتاعتنا أن حرية العقيدة منبسقة من الشريعة الإسلامية كانوا زمان بيفهمونا كده ويقولوا أن القانون الفرنسي في الحريات منبسق من العقيدة الإسلامية لكن للأسف لما تيجي تقارن ده بينه وبين قتل المرتد وقتل حتى الممتنع عن دفع الذكى زي أبو بكر السوفي لما قتل الناس دي هتلاقي أن ده غلط جدا يعني غلط جدا يعني إيه حرية العقيدة والحريات منبسقة من العقيدة الإسلامية وتيجي في الآخر يبقى فيه قتل مرتد وقتل شخص ممتنع عن دفع الذكاة صحيح وتيجي كمان في الآخر وضلت نظر الإسلام دايما في الحريات أن الشخص المسيحي يمارس عقيدته بس أه وإحمد ربنا أن إحنا سايبينك أصلا تمارسها أه ولازم تكون ممتن لنا وتبوس إيدك أن إحنا سايبينك تعيش أه وتاخد علينا وتاخد على قوانيننا صحيح في شرط أنك تمارس عقيدتك مع أني دي حرية أصلا مغلوطة على الإنسان وده ما أدل هنحاول نصحح مفاهيم كتير مغلوطة عند الناس على فكرة حتى عند المسيحيين عن موضوع الحرية الدينية وحرية العقيدة إيه هي فعلا أنا عاوز أقول أن أنا يعني فعلا كعبرة بيبقى لما حد بيعرف بتبقى فيه نظرة شوية إنتي حاجة غريبة إنتي زال عايشة كده يعني صحيح حضرتك فاهم إزاي إنتي أصلا كويس أنها تفتيج الكنيسة أصدقني إنتي حاجة غريبة وتيجي تكلمك جوا كينيسة وبرك كينيسة متعرفكش ربنا يكون معاك طبعا إحنا أنا مقدر معاناة كتير من العابرين لكن ربنا يكون معاك وأنا أشكرك جدا جدا على التشجيع وعلى الكلمات المشجعة حضرتك بس يحتاج تشجيع حضرتك أصلا من نور الدنيا الله يخليك شكرا حضرتك تعمقت أنا كتير أو فهمت حاجات كتير رب يبركك وتثنيك Game of Intro الله يخليك شكرا أخت جيهان من المغرب أهلا بيك السلام عليكم السلام أختي جيهان أباس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله الحمد لله مبروك البرنامج وفرحانين بنا أحنا مشوفوك مرة أخرى وعdi أن أقول لك أنت إنتي فخرoon لمغرب بارك الله فيك أخت جيهان بارك الله فيك لك تخدموا أعقلهم وعند المتنورين لك يخدموا أعقلهم لك أخبر لمغرب شكراً. بارك الله فيك. هذا من... أريد تقول لك أنني عابرة جديدة. أنا أخذت المسيحي على أساس أنها مجموعة من المبادئ الإنسانية. نعم. وشوية كوية وليت كان آمنت أنا بالمسيح وليت كان بغيه. نشكر الله. كيفاش ما عرفتش كيفاش؟ ما عرفتش كيفاش مسيكنتا. نشكر الله. وهل في أي حد يساعدك؟ كباري في الإيمان أو في المعرفة؟ دير بحديثك. طيب. إحنا ممكن نبقى على التواصل وممكن لو قبلتي. يمكن نساعدك شوية شوية. إن شاء الله. بغيت نقول بالنسبة للسيدة اللي تسألتك بي. لأن الإسلام يبدأ غريباً وغادي. يعود غريباً. بغيت نقول لها أن محمد يعني وخاه هو كان كداب مكان انتليون كندكي. وعرف أن الكدوب واحد نهار غير تتالى. يعني الناس ما عايجي واحد نهار ما تتقاش تيق بك. نعم نعم. يعني التالير ما عايز تيق به تشي واحد. صحيح. أنه ما غير تقاش. مع التواصل. حيث الشلال انتليجونس تبارك الله غدا وكتطلع. ناس غدا وكتنفاتح على ثقافة أحد أخرى. صحيح. حيث التاريخ تسير ضد في الإسلام. لأنه المعلومات ووجود الانترنت ووجود الفضائيات ووجود توفر معلومات للأشخاص. هذا ضد لا يخدم الإسلام. صحيح. 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 أنا فرحان جدا واختيجيهان أن عينك انفتحت والآن تغيرت حياتك. فهذا هو الهدف المنشود. أنا فرحان بك كثيرا وقال مع غربة فرحانين بك. شكرا. وأنا فخر لنا وفخر لديك. وأنا مغربة كاملين كيبغوك. ربي خليك. مغربة كاملين كيبغوك. أحنا كنبغوك كثيرا وقال الله يوفقك. بارك الله وفيك ختيجيهان. شكرا. شكرا ختيجيهان. الأخ باسل من أوروبا أهلا بك. مساء الخير. مساء النور تفضل أخي باسل. أهلا أهلا. سلام ونعمه. سلام ونعمه. تفضل أخي. أنا أحب أتشكرك كثير على البرنامج. أنا عابر من الأردن. أهلا 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 بك. فضل كبير. الفضل الأول والأخير لربنا. إحنا أدوات. صدقني إحنا استخدمنا. هذا شرف لينا. فعلا. كلام الصحيح. أنا بس متصل أتشكرك على سؤال جريء. أتمنى لك كل التوفيق بكل وضوح. شكرا. كنت أسأل سؤال. بعد سؤال جريء. الأخ رشيد شروح أقدم. فإحنا بانتظار المزيد. موفق جدا. الله. كتابك الجديد رائع جدا. من المستقبل الإسلام. الله يخلي. الله يخلي. ربي بارك حياتك. شكرا. شكرا. الرب يباركك. وأنا أتمنى أني سأكون عند حسن ضمن الجميع. أنا سأقدم كل ساعاتي ووقتي في البحث وفي تقديم أمور جديدة. وأتعمق بكل إخلاص وتفاني وأتمنى ربنا يبارك النتيجة. هذا لا شك فيه. أتمنى في يوم الأيام أكون ضيف أحكي اختباري. أهلا وسهلا. تشرفنا أخي. خلي معلوماتك عند الإخوة ونبقى على التواصل. أنا أخليك على الكنترول روم. هم يأخذوا معلوماتك. أخي سامي من النمسا أهلا بك. أهلا بك إخوة رشيد. تحيال حضرتك وكل العملين في القناة المحترمة. الله خليك شكرا. أتمنى لك كل التوفيق. شكرا. أتمنى لك كل التوفيق في التنمج الجديد. وكتير جدا من الأصدقاء ومن الأهل بعتن لك إن هم بيتمنوا لك كل التوفيق. شكرا. وفي كتير منهم كانوا بيصلوا لك وكتير كانوا بيدعو لك. أنا محتاس صلاة. الكتير ناس بتدعي لك رشيد سدان. الله خليك شكرا. خلينا. رحيد أنا كنت سألتك لما كنت مع الشيخ سمين سؤال وما زورتهوش. أسأله لك تاني ولا ما بيش داعي؟ لا قل لي ذكرني بالسؤال. أنا اللي متذكر إنه جاوبنا على كل الأسئلة. لكن سأسأل تاني ما فيش مشكلة. أو أنا كنت سألتك حضرتك. هل كان في حاجة كنت أنت في حرج اللي أنت تقدمها في سؤال جريء فما قدمتهاش؟ طبعا في مواضيع كثيرة. في مواضيع كثيرة. كان عندي لائحة حوالي نصف اللائحة لم يقدم. طبعا. خلينا أسألك سؤال تاني. لأن المواضيع حتى أعطي فكرة لمشاهد كويس إنك سألت. المواضيع أنا أحطها كمواضيع للبحث. بعضها اكتمل وبعضها لم يكتمل بعد. فأنا كباحث أشتغل بعيدا عن البرنامج كباحث. هذا الموضوع أنا ماشي فيه. فهناك لائحة. بعض المواضيع اكتملت وقدمتها كبرامج. بعض المواضيع كانت في طور البحث أو طلعت كتب جديدة. وغيرت كثير من المعطيات في البحث. وإحنا في عصر متغير. فدايما بتطلع أشياء جديدة بتساعدنا في البحث أكتر. بقى لنا كل التوفيق في البحث بتحضرتك. ونتمنى نسمعنا كل خير. الله خليك شكرا. شكرا. نقطة أخيرة. نقطة أخيرة ممكن يكون فيه حلقة على اللي بيحصل في نيجيريا. طبعا إحنا سنغطي نيجيريا من بين المواضيع التي سنغطيها بتفصيل ما تخافش. طيب تمام. يا طرى من ضمن الجماعات الإسلامية الحقيقة ذكرتها دي. في جماعة في أمريكا اسمها أمة محمد. أمة الإسلام طبعا. طبعا أمة الإسلام سأغطيها. أنا ذكرت فقط نماذج لأنه أنا أتمنى طول العمر ونقدم مثل سؤال جاري أكثر من 500 حلقة. فأتخيل كم موضوع سنغطي. أنا أعطيت نماذج من الجماعات التي سنتحدث عنها. هذا ما نرى كل التوفيق أخويا رشيد. الله خليك. هذا نسمع أنك كل حيات. ربنا خليك. ربنا خليك. خليني أشرح للناس أيضا بعض الجماعات التي سنغطيها في البرنامج حتى يكونوا على فكرة. حتى تكونوا على علم. لكن على فكرة أي واحد عندكم مواضيع ابعتوا بيها. سأقول سر كتير من المواضيع. غطيتها في السؤال الجريء. كانت اقتراح من المشاهدين كتير جدا. فواحد من الأشياء اللي بتساعدني. لو عندك أي موضوع شفته أنه لم يغطى بشكل كافي أو لم يتم التطرق إليه. وتريد أن شخص يبحث فيه ويقدمه ساعدونا. لأنه حتى لو لم أقدمه في الحال فهو واحد من المواضيع التي توضع على لائحة البحث. إن كان موضوع يستحق وعلى درجة من الأهمية. فهناك مذاهب وأفكار ومجموعات سنغطيها أيضا. نتحدث عن البابية والبهائية. كتير من الناس لا يعرفون. الأحمدية أو القاديانية. الإيزيدية ما هي؟ الدروز. أنا تطرقت للدروز في حلقة من حلقات سؤال الجريء. لكن الدروز ممكن نتحدث عنهم بالتفصيل. العلويون. الجمهوريون في السودان. الصوفية أيضا. ممكن نتحدث عنها. تاريخها. كيف تكونت. ما هي تعاليمها. القرآنيون أيضا. أنا عملت حوار مع زعيم القرآنيين الشيخ أحمد سبحي منصور. لكن ممكن نتحدث عن تاريخ القرآني. المرمون. لا أحد يعني كثير من في العالم العربي لا يعرفون كثير من الأشياء. شهود يهوى. الساينتولوجي. حركة العصر الجديد أو نيو ايج. الشيطانية. الساتانيزم. ما حدش يعرف التفاصيل. الماسونية. فيها فكور كثيرة عن الماسونية. أنه حركة وتسير العالم. كل هذه الأمور سنتطرق لها. إيه الصح منها؟ وإيه اللي مجرد خرافة وأسطورة في عقول الناس. السامريون. فهناك أشياء كثيرة. ربنا يعطينا فقط طول العمر حتى نغطي مواضيع كثيرة. ليه؟ لماذا سنتطرق للمذاهب؟ لأنه في ناس دائما تطرح هذا السؤال. لماذا نختار المسيحية؟ لماذا نختار المسيح؟ طب الأديان الأخرى. لم تتحدث؟ لماذا تتحدث عن الإسلام فقط؟ لماذا تتحدث عن كذا؟ فأحنا هنطلع. طبعا المواضيع الإسلامية ستبقى جزء من البرنامج. لكن سنطلع أيضا في دائرة أوسعة. سأتحدث عن أديان عالمية. البوذية. ما هي مبادئ البوذية؟ كيف تختلف عن الإسلام والمسيحية وعن أديان أخرى؟ لماذا لم أصر بوذية؟ الهندوسية. بعض الناس عندهم أفكار مغلوطة عند الهندوسية. يختصروها في أنه بقر وتعبد بقر. لا الهندوسية متشاعبة ومعقدة أكثر مما تظن. السيخ. ديانة السيخ. الجاينيزم موجودة في اليابان. الشنتو. الكنفوشية. الطاوية. ففي أديان في العالم سنتطرق لها نوضح مبادئها وكيف. وممكن نجيب خبراء حتى وأصحاب هذه الأديان يتكلموا عنها بالتفصيل. نوضح لسبب الاختلاف ولماذا اخترت أن أكون مسيحيا ولا أكون بوذيا ولا هندوسيا ولا طاويا مثلا. من بين الأفكار التي سأتطرق لها الإلحاد كمنظومة فكرية. الملحدون ما هي المنظومة الفكرية الإلحادية؟ وماذا يترتب عليها على أرض الواقع؟ ولماذا رفدت أن أكون ملحدا؟ اللادينية. إيه هي مفاهيم اللادينية؟ وإيه الأسئلة اللي ممكن تطرح والصعوبات أو الأسئلة اللي ليس لها أجوبة في اللادينية؟ اللا أدرية. الربوبية. الطبيعانية أو الناتراليزم. تاريخه. كيف تطور؟ كل هذه الأمور يعني مواضيع كبيرة جدا. أعتقد أنه لم يتم التطرق لها بشكل مفصل في الإعلام العربي. سأخصص لها حلقات حتى يستنير المشاهد. دعنا نأخذ الأخ أمجد من ولاية المتحدة مرة أخرى أهلا بك. أخي أمجد مرة أخرى نحاول التواصل معك. تفضل. أخي أمجد من ولاية المتحدة أهلا بك. سلام المسيح يا رشيد. سلام المسيح تفضل. الله يخلي. الله يبارك فيك. أخي رشيد أنت علمتنا أنه نبحث بالمعلومة وندقك وإلنا حرية التفكير والقرار. أمين. أوكي أنا عندي عتب عليك وأتمنى أنه أكون غلطة لأنه أنا عندي ثقة كبيرة بمواضيعك. تفضل. قبل كاليوم نزلت فيديو عن زيارة البابا للمغرب. صحيح. وقالت أنه البابا يدعو الناس إلى عدم التبشير. وبدأت معلوماتك حسب فهمي للفيديو على مقالة من البي بي سي ومجلة مغربية. صحيح. أوكي أنا شخصيا تابعت زيارة البابا للمغرب وكان عنده كلمتين في المغرب. كلمة خلال وجود ملك المغرب. نعم. وكلمة خلال قداس أقامه في المغرب. صحيح. وكن على ثقة. الكلمتين البابا خلال المترجم طبعا. لأن أنا لا أستهم لا الإيطالية ولا الفرنسية. لم يتطرق لهذا الكلام جملة وتفصيلا. لا لا أنا قرأت الكلام على موقع الفاتيكان نفسه. وخليني أقول لك المشكلة اللي حصلت عند المشاهدين. يمكن أقوم بفيديو أفصل فيه حتى يعرف المشاهد فين المشكلة. أول شيء أنا لم أبني فقط على كلام البي بي سي وهاس بريس. أنا ذكرتهم كمصادر أولية للمعلومة لكن أنا عملت بحث أكتر من هذا. البابا قال بالحرف نو بروسليتزم. نو بروسليتزم. ما فيش ما تقوموش بالبروسليتزم. إيه تفسير البروسليتزم. البروسليتزم معناه حرفيا إنك تحاول تخلي شخص يتحول إلى المسيحية. بالذات. إنك تحاول. فهو قال ما تحاولوش تخلوا الأشخاص يتحولوا إلى المسيحية. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني هو أنت قصدك سمعته لو قريت على موقع الفاتيكا. على موقع الفاتيكا. أنا ممكن أحطها على الفيسبوك حتى يشوفها كل الناس. بس أنا أنا تابعت الفيديو خلال كلمة البابا لم يقل هذا الكلام. لا لا هو قاله أثناء تواجده مع مجموعة من المسيحيين في الكاتدرائية في الرباط. في مدينة الرباط. لازم تشوف ما هو عمل أنشطة كثيرة ما عملش نشاطين فقط. فلازم تشوف هو أين قال هذا الكلام. عفو أنا سمعت الكلمتين بس. على العموم لو حابب عشان ما نضيعش فقط ووقت المشاهدين. لو حاببت تتواصل معي بالإيميل وأبعت لك أنا الرابط حتى تتأكد من المعلومة على رأسي وعيني. أعم أقوم بهذا. ولو كنت غلطان أنا مش من الأشخاص اللي ممكن أكابر وأقول لك لا أنا لم أغلط. لو كنت غلطان أنا أعمل فيديو واعتذر فيه. هذه ثقتي بك أكيد من هك أنا عم بتقصد. لا ما فيش أي إشكال. شكرا أخي رشيد. بس عندي سؤالة على المودة البرنامج الجديدية. شكرا لك وشكرا أنك باركت البرنامج وأتمنى تبقى على التواصل معي. كريستين من المغرب. الاسم أعتقد ده اسم مش مغربي لكن ما أمشى. تفضل. سلام المسيح الأفرشي. سلام المسيح. الاسم الكريم. فتيحة من المغرب. أهلا أهلا بك فتيحة. لبس عليك. أهلا 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 أهلا. لبس. بخير. الحمد لله كذا يرى فتيحة. الحمد لله هناك بخير. بارك الله فيك أختي فتيحة شكرا. شكرا على هذه المفاجأة. مفاجأة كنت منها أن تكون صارة. لا لا مفاجأة صارة. كيف الأحوال؟ أنا نتكلم معك بالفصحة حتى يفهم الناس. ماشي. ماشي مشكلة. كيف الأمور؟ وشكرا على هذا الاتصال. ماشي مشكلة. دائما مرحبا ديك راشيد. احنا كنا عرف بعضياتنا من القرون. من تاريخ. عنا تاريخ وطبيعة الحال. الملح والطعام. ملح والطعام. ملح والطعام ورفقها. وزفح ويزيك. والجاج ورفيسة والكسكسوك. الأخت فتيحة من المغرب وهي صديقة من زمان. وحنا عنا تاريخ واشتركنا في أشياء كثيرة. فكان مفاجأة. أنا ما أسمعت صوتها صارت سنوات. فكان مفاجأة أن أسمع صوتها. حتى أشرح للناس اللي مش فاهمين ماذا يقع. فشكرا على هذا الاتصال. وهذه المفاجأة الصارة. وأنا أقدر ذلك كثير. أنا أختي فتيحة. دائما في القلب راشيد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. هذه هدية جميلة في هذا الافتتاح لهذا البرنامج. شكرا لك أخي راشيد. شكرا لك جزيلا. تدخل بسيط فقط بالنسبة للأقليات خصوصا في العالم العربي. نعم. الاضطهاد أخي راشيد لا يقع على الأقليات فقط. نعم. فج المثال مثلا في المغرب. نعم. المغرب السنة هم الأكثرية. نعم. قريبا تسعة وثفعين. نعم. 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 لكن جرد مثلا تكون ما زلت سني وتخالفهم مثلا في 0.01. من عقائدهم. نعم. فإذا الاضطهاد يقع على الأغلبية أيضا. المشكلة اختفاتيها أن البرنامج أنت جيت في الأخير أمامنا دقيقة فقط وننهي البرنامج. فأنا سأبقى على تواصل معك خارج البرنامج لكن مضطر أنهي المكالمة حتى أنهي البرنامج. وأشكرك جدا على التواصل معي. أشكركم مشاهدين هذه كانت حلقة تعريفية فقط بالبرنامج. والحلقة القادمة ستكون موضوع خاص وليست حلقة تعريفية. وسنلتقي مباشرة الخميس القادم نفس الموعد على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. فكونوا معنا في الموعد موضوع رائع سيعجبكم جميعا. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر